يا أقول ذكر وفاة الشيخ الطبلاوي رحمة الله تعالى عليه أن يسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة علمي عنه أنه قارئ جيد لكتاب الله سبحانه وتعالى هذا الذي أعلم عنه نعمة أن يكون الشخص قارئا متقنا لكتاب الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به وقال زينوا القرآن بأصواتكم فالحمد لله أن الله جعل في المسلمين من أصواتهم حسنة بكتابه الكريم فنسأل الله أن يرحمه ونول قبره ويفسح له فيه وليس من مات وترك آثارا طيبة كتلاوة طيبة لكتاب الله تتلى تقشعر لها الجلود وتطمئن بها القلوب ليس كمن ترك فسقا وأغاني وموسيقى ولهوا وباطلا فالله قال في كتابه الكريم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وقال إن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام المبين فالذي مات وخلف تلاوة طيبة لكتاب الله سبحانه تقشعر لها الجلود وتطمئن بها القلوب ويذكر فيها اسم الله وكلام الله وحكم الله ليس كمن مات وترك أغاني قبيحة لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها لقة الآثار مكتوبة والأعمال مكتوبة والأقوال مكتوبة من دع إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجرهم شيئا من دع إلى ضلالة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من آثمهم شيئا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين